قال مسعفون أن قوات إسرائيلية قصفت مناطق في وسط قطاع غزة خلال الليلة ما أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين كما قال سكان إن الدبابات وصلت التوغل في مدينة رفح الفلسطينية بجنوب القطع وفدت السلطات الصحية في غزة بأن طائرات إسرائيلية قصفت منزلا في مخيم النصيرات ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة إثنين عشر كما أصيب عدد آخر جراء قصف الدبابات لمواقع في مخيمي المغازي واللبريك وفي دير البلح قال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد فلسطينيين وإصابة عدد آخر